في ظل حالة القلق التي تجتاح العالم بسبب انتجار فيروس كورونا والذي أودى بحياة الآلاف وأصاب عشرات الآلاف أغلبهم في الصين اتخذ المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدة إجراءات وقائية وفق ما تنص عليه منظمة الصحة العالمية مدير عام المركز الدكتور بدردين النجار أكد خلو ليبيا حتى الآن من مرض فيروس كورونا المستجد وأن المركز ما زال في المرحلة الأولى التي تتضمن تفعيل كافة مكاتب الرقابة الصحية الدولية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية فضلا عن تفعيل كافة فرق الرصد والتقصي لتقليل خطر دخول الفيروس إلى البلاد وفي هذا السياق كان مدير المختبر المرجع للصحة العامة بالمركز الدكتور عمر الأحمر قد أعلن في وقت سابق أن مشغلات الكشف عن فيروس الكورونا متوفرة وبخصوص انتشار الإشاعات وبعض المفاهيم الخاطئة قال المركز الوطني للمكافحة الأمراض إن تسلم البضائع من الصين آمن ولا يعرض الناس إلى خطر الإصابة بفيروس كورونا لأنه لا يعيش فترات طويلة على أسطح البضائع من جهته أوضح مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء طبرق البحري أنه لا يأذن بدخول السفن إلا بعد التأكد من صحة تقمها وخلوهم من الأمراض التنفسية ومن تداعيات كورونا اتهمت منظمة ميديتيرانين سيفنج هيومنز الإنسانية لإنقاذ المهاجرين السلطة الإيطالية بممارسة تميز ضدها وفرض الحجر الصحي على أعضاء تواقم المنظمات غير الحكومية والمهاجرين القادمين من ليبيا فقط وقالت رئيسة المنظمة أليساندرا شوربا في تصريحات صحفية إنه عكس السفن التجارية تتخذ معهم إجراءات وقائية صارمة للغاية وتستغل لحظة الصدمة الجماعية من أجل تجريم من ينقذون اللاجئين الفرين من الحرب في عرض البحر لتركهم يواجهون الموت وحدهم اشتركوا في القناة